حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقمى الصناعية مباشرة من بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية أهلا بك معنا دكتور واثق إذن قوات مدعومة من طوارئ الأنبارت السعيد لتحرير راوة وتحرير عانا المعلومات لديكم بداية عن هذه الاستعدادات ومتى من المتوقع أن تلعق المعركة بالتحديد أتوقع خلال 72 ساعة القادمة ثلاث أو أربعة أيام ستنطلق معارك تحرير راوة آخر ما تبقى لتنظيم داعش الأرابي في هذا المكان ستكون هناك قوات من الشرطة الاتحادية من الجيش العراقي فضلا عن الحشود العشائرية أكملت استعداداتها من حيث التدريب والتسليح وضعت الخطة وتم تجيز كل ما مطلوب فضلا عن ضربات الجوية التي بدأت منذ أكثر من عشرة أيام ستكون أيضا مظلة جوية ستضرب الأهداف خاصة بظل وجود معلومات أن ربما المجرم البغداد يكون في أحدى الأنفاق الموجودة تحت الأرض التي تصل عبر الحدود العراقية السورية طيب ما الذي يختلف في المعركة الحالية دكتور واثق وكيف يمكن أيضا الاستفادة من المعارك السابقة يعني كانت هناك معارك ناجحة للقوات العراقية ضد داعش في أهم المناطق في الموصل في الفلوجة كيف يمكن الاستفادة من ما سبق يعني أولا فوائد تراكم الخبرة بعد كل معركة يكون هناك تقييم للمعارك كل معركة تختلف في ظروفها على المعارك الأخرى معارك الموصل كانت معارك شرسة وخاصة في وجود أعداد كبيرة من المدنيين في هذه المناطق المدنيين بحجم أقل فضلا عن انفتاح الأرض ومناطق صحراوية ورملية وهناك وادي حوران اللي كان يتمترس به داعش حتى قبل 2014 وفيه أنفاق متعددة داعش سيحاول أن يحصل على الدعم اللوجستي بالتواصل مع المدن السورية اللي بها تنظيم داعش الأرهابي لكن أنا أعتقد اليوم ربما بدأت العد التنازل لإعلان إنهاء داعش في العراق أنا أتوقع خلال عشرة أيام أو خلال أسبوعين كحد أقصى سيعلن عن تطهير العراق بالكامل من تنظيم داعش الأرهابي في هذه المعارك طيب جغرافيا المنطقة الآن في راوى وفي أعانى يعني في القائم يعني هل هناك من تحدي معين يجب أخذه بعيدا الاعتبار أم كيف تصف لنا جغرافيا المنطقة؟ المنطقة أنا قلت قبل قليل منطقة هضاب منطقة منفتحة تميل إلى الصحراوية واسعة الأطراف مترامية استخدمها التنظيم قبل 2014 كمخابئ وتقدم عن طريقه بالتقدم نحو الموصل نحو صلاح الدين ونحو الرمادي لذلك القوات العراقية ستواجه مشكلة الأنفاق وهناك معلومات استخباراتية أن هناك أنفاق ومظافات موجودة تحت الأرض ربما سيتمدرس بها تنظيم داعش الأرهابي لذلك بادئة القوات الجوية وفق المعلومات الموجودة وصور الأقمار الصناعية بضرب هذه الأنفاق طيب كيف سيبدو المشهد عند الحدود السورية العراقية بعد تحرير رواء وإعانا أكو تنسيق عالي المستوى مع التحالف الدولي وأكو تنسيق أيضا مع الجانب السوري القوات العراقية عندما تصل إلى حدود الاستراتيجية العراقية تقول هناك توقف كامل ستكون هناك قطاعات ماسكة للأرض بانتظار وصول القوات السورية حتى يكون هناك ماسك للأرض عندما يمسك تمسك الأرض سيقل خطر تنظيم داعش الإرهابي سنبدأ بعملية جديدة وربما العالم سيشارك بها هي مرحلة ما بعد داعش مرحلة القضاء على الخلائي النائمة والأهم من هذا القضاء على الفكر وهذا الأمر يتطلب تعاون إقليمي ودولي الوصول للمنابر دينية معتدلة متابعة الخلائي النائمة التعاون الاستخباراتي تبادل المعلومات وضبط الحدود أشكرك جزيلا دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية لدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر